بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلحظ المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجالا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تاخد لينك الفيديو وانشره على الجانبات عندك على تليجرام على واتساب على فيسبوك وانشر القناة لصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر متوقفش الخير عندك متوقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انت كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قدر ممكن من الطلبة صلى الله عليك صلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مادم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفصل اللي فات يا جماعة أخدنا أن عقبة بن نافع دلوقتي مفروض يأمن يعني حدود مصر فراح في الغرب ناحية برقة وراح يشوف إيه الدنيا هناك الحكم البيزنطي عامل إيه مع الناس الدولة دي عامل إيه عشان يبدأ بقى يجهز للفتح الإسلامي هيبعد طبعا سيدنا عمر بن عاص طبعا سيدنا عمر هو اللي بعته كتبوا عقبة العمر بما يتجمع لديهم معلومات عن أحوال البربري والروم بربري هو القبائل البربرية اللي عيشة إن أصدق قبائل اللي عيشة في برقة قال في خطابه العمر قال له إنني تبينت من خلال اختلاطي بأهل هذه البلاد أنهم يكرهون الروم ويمقتون الحكم البيزنطي بيكرهوه يعني لأن الحكام الروم فرضوا عليهم ضرائب باهزة وكلفوا الموظفين أن يقوموا بتحصيل الضرائب بالغلزة والقسوة يعني هياخدوا منك الضرائب غصبة عنك حتى ولو باع البربر أولادهم حتى لو باعت عيالك عشان تاخد فلوس هتباعهم برضو أهم حاجة الفلوس في سوق الرقيق اللي هو سوق العبيد يعني وفاءا لهذه الضرائب يعني عشان يسددوا الضرائب دي كما أن البربر الذين يستأجرهم الروم للعمل في قصورهم أو في مزارعهم لا يتقاضون إلا أجرا ضئيلا يعني الواحد بيشتغل يدوبك على قد فلوس وما فيش خالص يعني يدوبك يدول فلوس قديرة جدا لا يتناسبوا وما يفزلونه من جهد بل لا يكادوا يكفي احتياجاتهم الضرورية حتى الحاجات الضررية بتاعتهم مش قادرين يعملوهم مفيش فلوس ولا جانب ذلك فإن القبائل لا تحسوا الأمن تمام يعني القبائل دلوقتي يا جماعة ملهم مش حاسة بأي أمن ولا تشعر بالاستقرار ليه؟ لأن الروم لم يحكموا البلاد بقانون يحمي الأرواح والأموال عشان الروم أصلا مش هزين يحكموا البلاد بقانون يحمي الناس لا وإنما جعلوا كل همهم إيهو بقى تحصيل الضرائب واستعباد البربر ده هو قبائل البربر مما يحفزوا على التعجيل بفتح هذه البلاد يعني من الحاجات اللي تنشطك وتحفزك وتحمسك أن أنت يا سيدنا عمر تيجي تفتح البلاد دي أن أهل برقة ما لهم بقى يمتازون بالخلق الطيب والنفس السمحة وينظرون الإسلام على أنه المنقذ الوحيد لهم يعني أصلا البرابرة مستعدين نفسيا سيكولوجيكال عارفين نفسيا هم أصلا جهزين لاستقبال إيه لاستقبال الإسلام ولقد عاهدني زعماء برقة في دخول الإسلام يعني هم عهدوا قالوا أنت بإذن الله لو جيت لنا ومعاكس إدنا عمر والجيش هنسلم وععدوني بأنهم سيعلون إسلامهم في أول لحظة تطأوا فيها أقدام الجيش الإسلامي أول مجيش الإسلامي يدوس على أرض المدينة بتاعتهم ويدخل أرض المدينة ساعتها يسلموا فحبزة لو عجلت بالزحف يعني ياريت ياليتك يعني تعجل بالزحف على هذه البلاد حتى ينصرك الله على الرومي هنا كما نصرك عليهم في الشامي ومصر تمام جدا لوقت سيدنا عقبة قال لسيدنا عمر تعالى افتح البلد اللي هي برقة عشان نأمن حدود مصر الغربية ما كده خطاب عقبة يصل إلى عمر حتى جهز عمر جيشا مكونا من بضعة آلاف مقاتل تمام جيش مكونا من بضعة آلاف مقاتل كيمة بضعة يعجب لك جمعها واحد كده وجد لك معناها ايه معنى كيمة بضعة جمعها يقول لك البضعة أو البضع أو العدد من 3 إلى 9 لما يكون عندك رقم من 3 إلى 9 منسميه بضعة أو بضعة المهم يعني حوالي مثلا 3000 مقاتل لحوالي 9000 مقاتل يعني في الحدود دي وانطلق إلى برق وهناك استقبله أهلها أروع استقبال ورحوا بها قبل غدا رحيب ورغبوا في دخول دين الإسلام كمان عايزية دخوله في الإسلام كانت القباة البربرية ترى في قدوم ترى في قدوم الفاتح العربي عمر بن عاص وجيشه بشائر الفجر الجديد يعني قالوا أكيد الرجل ده هو اللي خلصنا فعلا من العذاب اللي احنا فيه ويزيله ظلام الاستعباد والاستبداد الاستبداد اللي هو الظلم لأنه يكون فيه حاكم مستبد بالحكم ديكتاتا اللي هو ديكتاتور يعني الذي يعاشوا فيه قرورا عديدة تحت حكم ايه تحت الحكم البيزنطي وكده يكون خلصنا فصل الثالث يا جماعة بإذن الله نحل عليه على القناة وهسيب لك تحت الفيديو ده لينكات أو يعني لينكس اللي هو روابط فيها ايه فيها فيديوهات حلينة فيها على القصة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته